في ذكرى عيد الشهداء سوريا تستمر بدورها النضالي ودماء الشهداء ترسم ملامح الانتصار على الإرهاب فعليات رسمية وشعبية في عيد الشهداء وتأكيد على الصمود ودحر الإرهاب موسكو ترد على الإدعاءات الأمريكية وتؤكد أنها زودت واشنطن بالمعلومات المتعلقة بمذكرة مناطق تخفيف التوتر من العاصمة السورية دمشق نحييكم ونقدم لكم هذه الساعة الإخبارية أسعدتم مساءا احتفلت القوات المسلحة بمختلف صنوفها بعيد الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله مؤكدين أن دفاع عن الوطن أولوية لا تتقدم عليها قضية أخرى احتفلت القوات المسلحة بمختلف أنواعها وصنوفها بذكر عيد الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل رفعة الوطن وعزته وكرامته وألقى قادة الوحدات وتشكيلات العسكرية بهذه المناسبة كلمات استعرضوا فيها بطولات أبناء شعبنا الأبي في التصدي للمستعمر والذين أثبتوا عبر التاريخ تمسكهم بخياراتهم الوطنية ورفضهم الإملاءات والتدخلات الخارجية مشددين على أن ما يبذله الشعب السوري من تضحيات ما هو إلا ترسيخ حقيقي لقيم الشهادة والبذل والعطاء التي يبديها الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه وأشار القادة إلى أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا ستمنى بالفشل والهزيمة لأدواتها وداعمها ورعاتها تضمنت الاحتفالات تنفيذ عروض وتدريبات عسكرية في عدد من التشكيلات والمنشآت التعليمية كما قام قادة المناطق العسكرية بهذه المناسبة بزيارة مثاو الشهداء ووضع أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وأدوا التحية الرسمية بعد ذلك قام قادة المناطق بزيارة الجرحة في المشافي العسكرية للاطمئنان على صحتهم واستمعوا من الكادر الطبي والتمريضي عن الخدمات التي تقدم للجرحة كما تم بهذه المناسبة تنظيم العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية وقام اللواء قائد المنطقة الوسطى بتدشين نصب تذكاري للشهداء في قرية الزينبية بريفة الكلخ تخليدا لذكرى الشهداء التي ستبقى محطة هامة من محطات المجد في تاريخ شعبنا المكافح في عيد الشهداء شخصية رسمية وشعبية زارت مقبرة الدحداح بدمشق حيث تم وضع أكاليل الورود على أضرحة الشهداء وقرئت الفاتحة على أرواحهم الطاهرة بمناسبة ذكرى عيد الشهداء زار محافظ دمشق بشر الصبان وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان مقبرة الدحداح ووضعوا إلى الزهور على مرقد أبطال ضحوا بحياتهم لأجل الدفاع عن سوريا هذا اليوم نعيش حرب كونية شدناها دول أقليمية حكومات دول أقليمية بالتعاون للأسف مع حكومات دول عربية ومسنودة من قوى دولية ضد الشعب السوري هدفها تفتيت هذا الشعب وتقصين سوريا ولكن اليوم بطولة هذا الشعب وبطولات الجيش العربي السوري وتضحياته وما قدموه جهداء أمتنا اليوم هو الذي دافع عن وحدة سوريا ودافع عن الشعب السوري مضال مستمر وينطقل من جيد إلى الجيد بهذه المناسبة نقد إجلالا وأكبارا بأرواح أولاء الأبطال الذين أبوه إلا أن تكون سوريا معزيزة شامخة وأن يكون شعبنا بعزة وكرامة الشهداء بذلوا أرواحهم دفاعا عن عزة وكرامة الوطن وهو ما يؤكده السوريون من خلال تقديرهم لتضحيات الذين ساروا على درب التضحية والفداء وفي ريف دمشق قيمت فعالية في مقبرة الشهداء بنجهة ضمت ذوي الشهداء لتهنئتهم في عيد أبنائهم الذين ضحوا بالغال والنفيس فداءا للوطن وذلك بحضور محافظ ريف دمشق وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي فعالية في مقبرة الشهداء بنجهة كانت عنوانا ضمت تحت رايته ذوي الشهداء لتهنئتهم في عيد أبنائهم الذين ضحوا بالغال والنفيس فداءا للوطن وذلك بحضور محافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي جئنا لنقف إجلالا واحتراما واكبارا لهؤلاء الشهداء ومن هنا نقول لهم ونعاهدهم أن ناس مستمرون في طريق الشهادة حتى النصر تحت رايت السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ونحن الآن سنلتقي بأسر هؤلاء الشهداء الموجودون هنا لنقدم لهم ما نستطيع من خدمات نحن موجودين نحن أبنائهم هنا سنقدم لهم كل ما يحتاجونه بإذن الله شهداءنا هم الذين رسموا طريق الصمود وطريق النصر لهذا الوطن الرحمة والخلود لهم وها نحن اليوم نحيي هذه الزكرة السنوية بمناسبة عيد الشهداء مع الشعب السوري الوفي الشريف الذي قاتل مع الجيش العربي السوري إلى جانب هؤلاء الشهداء الذين رسموا لنا هذا الطريق تحية الإجلال والإكبار لهم والتحية الكبرى والعظيمة لعائلاتهم الذين هم كانوا أكرم من عطى وأكرم من ضحى وأكرم من قدم لهذا الوطن نقول لهم لو لا تضحياتكم الغالية لما وصلنا إلى هذه النقطة من الصمود والتصدي في وجه العصابات الإرهابية المسلحة هذا المكان الطاهر الذي يضم بين جنباته رفات شهداء الوطن منذ حرب تشرين التحريرية الذين قال عنهم السيد القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر نقف وقفة إجلال وأكبار لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل سوريا والوطن ونحن اليوم كعادتنا في كل سنة نقوم بالاحتفال بهذا اليوم عبارة عن رد جميل لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بكل ما يملكون بدمائهم بأنفسهم من أجل حياتنا من أجل بقائنا في عيد الشهداء تخشع القلوب وتكسر حروف هجاء الركوع وترفع حروف الشموخ عاجزة عن وصف كلمات تليق بشهداء الوطن أحب هني أمهات سوريا وزوجات الشهداء كلها بعيد الشهداء وبنقول لهم إن شاء الله إيد وحدة ومعا لطرد الإرهاب والتكفيريين من سوريا وحيرجع العالم السوري بدماء شهداءنا إن شاء الله يرفرفه وقسمها سوريا لأبيه الله يرحم الشهداء ويحمي الجيش العربي السوري الله يرحم كل الشهداء أنا الشهيد العشق زر ضمه قلب الذي هجر الحياة ولازب الأوطان وطن من الياقوت قد ترابه والورد فيه معتق الألوان لقد كانت الشهادة دائما السلاح الأمضة في مقارعة أعداء الأمة هذا ما جسده أبناء الوطن السوري ومضوا فيه ليعيدوا كل شبر مغتصب ويرد كل من حاول المساس فيه في السادس من أيار تتجدد معاني التضحية والإباء ليكون يوما للشهداء وعيدا لمن بذلوا أرواحهم على دروب العزة والانتصار مسطرين أروع صفحات الفخر والتضحية في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله أهلا بكم في عيد الشهداء السادس من أيار يستذكر السوريون ما دافعوا عنه على مر تاريخهم غزاة كثور مروا على هذه الأرض لم يستطيعوا أن ينالوا من ترابها أو هوائها أو مائها فكان الثمن حياة ضفعت على مذبح السيادة الوطنية والاستقلال لأنهم نهضوا الاحتلال العثماني بالقلم تارة وبالسلاح تارة أخرى كانت ردة الفعل الطبيعية لمستعمر رجعي أن يطلقا حكم الإعدام عليهم نخبة من المثقفين والسياسيين العرب في دمشق وبيروت علقوا على أعواد المشانق في ساحتي المرجى والبرج بأمر من جمال باشا السفاح ظن أنه بهذا الفعل قد استطاع إطفاء كلمة الحق وأخمد شعلة شعب لطالما ناد بالحرية والاستقلال ولطالما قرع المستعمر بكل ما يملك لكنه ما لبث أن أدرك عكس ذلك شعب انتفض في كل مكان وأطلق صرخة واحدة في وجه المحتلة فكانت كفيلة بإسقاط الحكم العثماني في سوريا قصة عطاء سوريا قصة تضحية وفداء رواها أبطال الأمس وما زال أبطال اليوم يخطون سطورها بأحرف من ذهب حبرها دماء طهرة سالت على أرض الوطن فأثبتت للقاصي والداني عقيدة شعب جذوره ضاربة في عمق التاريخ لم يرضى الظل والهوان ولم يساوم على أصغر ذرة من تراب الوطن وعلى امتداد الساحة ومساحة الوطن يؤكد السوريون في جميع المحافظات اعتزازهم بالشهداء ويحيون تضحيات الجيش العربي السوري الذي يكمل مسيرة الأجداد في الدفاع عن الوطن الغالي شهداء هم أكرم في الدنيا وان بين البشر ونحن قدمنا شهداء كل كرمال بلدنا سوريا الحبيب قدمنا الكثير ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الأكثر من أجل أن يبقى العلم السوري مرفرفاً فوق أعلى القمم نحن قدمنا شهداء وراح نقدم شهداء أكثر وسوريا تستهل أكثر شهداءنا مشاعر نور لحنا قدمنا شهداء في سوريا وراح نظل نقدم شهداء ولحنا كنا مشاريع شهادة لأن الأرض تحتاج دم وطراب البلد يحتاج دم وإن شاء الله كل هذا نسير على الخطأ وطبعاً البلد بلدنا وإن شاء الله نظارف عنه بكل ما يأتينا من قوة زرعنا أشجار ولادنا هني أشجار بهذا البلد ومستحيل تنقطع ونتنشال دمات ولادنا سقوه أرض سوريا الحبيبي اللي نحن بنفتخر فيها بتمنى يعني كل إنسان عنده أمني قلت له آه؟ قال بتمنى بس إنه يجبوني يجبوني زلغ طيلي وزلغ طلق الحمد لله اللي تمنى الله عطايا الحمد لله اللي عطا أكبر نعمي نحن ما نقول الحمد لله يطعمنا ما طعمه الشهداء نسور فوق سمى الوطن هني اللي حموا الوطن وحموا تراب الوطن اللي يستشهدوا وروى دموا بأرض الوطن حمى الأرض والعرض هذا ما في شيء بيعادله بالدنيا هذا قمة القيام نحن نعتبره الله يرحم كل الشهداء ذكرى عيد الشهداء نذكر الناس اللي يضحوا بأرواحهم اللي بزلوا دمهم في سبيل هالوطن هذا مفروض يظلوا بيذاكرتنا دائما رحمة الله على شهداء الجيش العرب السوري وشرفاء هالوطن كمان الله ينصر الجيش العرب السوري يظل الشهيدة ورمز رمز كبير للوطن نترحم على كل شهداء سورية ونقول هني نقدموا كتير الغالي وما فينا يعني مهما حكينا ما فينا يعني نرسيهم بأي موضوع لأنه اللي قدموا كتير شي غالي رحم الله الشهداء و الله شاف المرضى وينصر الجيش العربي السوري يرحم كل شهيد ويصبر إمهاتهم ويصبر إمهاتهم ويصبر نسوانهم وإلهي ربي رحمت الله يعلينا طول عمرهم والزمان خل الله يخليهم وخلينا الجيش العربي ويديموا وينصرنا على البعاد السورية نقدم أسمى آيات التهاني والتبركات لشهدائنا لأهالي شهدائنا لأمهات شهدائنا نعظم هذا العمل الكبير نحن صامدون سوريا لن تركع ولن نضيع أي قطرة من قطرات بماء شهدائنا الأبرار قدم زوجي دمهم مشال الوطن وإن شاء الله بترجع سوريا متل مكانت يا رب بهمته الجيش وبحب عية كل الجيش والله ينصرين وإن شاء الله بترجع سوريا مثل مكانت يا رب نقدمت ابني فيد الوطن مشان سوريا ترجع مثل مكانت وان شاء الله دمه ودمه الشهداء ما رح يروح حدر وسوريا منتصرة بعون الله تعالى وشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الله يرحم الشهداء جميع الشهداء اللي بسوريا وإحنا معهم مع الوطن الشهداء هم الذين استطاعوا أن يعني يصنعوا أسمى آيات الحب والفخر لهذه الأمة عسابة عيد الشهداء اللي بتمر علينا ما مننسى تضحيات شهداءنا على مر التاريخ وخاصة بها المرحلة الحالية الله يرحم كل الشهداء والله يقدرنا كليتنا نكون شهداء لها الوطن من وجهة تحية لأرواح الشهداء أرواح اللي يضحوا كرمال الحياة تستمر وتحية كمان لأبطال الجيش السوري بالميدان والله يحمي جميع الشباب اللي يهلب المعارك تجمع السادس من أيار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا وضمن مبادرات مجلس الشباب السورية في مدينة لهاي بهولندا ينظم حملة لإحياء ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الحق والقيم النبيلة التفاصيل مع مراسلة الإخبارية جودي يعقوب الأمم التي تنعدم فيها الشهادة لا يمكن أن تنهض من قبر التاريخ حيث إن أرقى النضالات تلك التي تحقق انتصارا بعد أن تتواجب الاستشهاد ونظرا لأهمية الشهادة التي تمهد الطريقة للانتصار وفي هذا الإطار نظم تجمع السادس من أيار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا ضمن مبادرات مجلس الشباب السوري في مدينة لاهاي حملة لإحياء ذكر الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الحق والعز والبقاء والتفوق والعقائد الإنسانية السامية وقامت مجموعة من الناشطين والمتطوعين بعرض صور شهدائنا في الساحة العامة أمام البرلمان الهولندي وبتوزيع مناشير تتحدث عن المعايير المزدوجة وظلم الإعلام الغربي لأبطالنا وخاصة من الإعلاميين وتغييب كامل لشهدائنا الذين هم طلائع انتصاراتنا الكبرى بدي أوجه تحية إلى دم شهداء سوريا وأتمنى الشفاء للجرحة وتحية للوطن من الجيش إلى قائد الجيش إلى الشعب السوري الشريف اللي ضل إيد بإيد مع الجيش السوري عم يناضل نحن عنا شهداء غالين كتير ونرفع راسنا فيهم نحن من عاهد سوريا من عاهد الوطن أنه نحن رح نظن رديف للشعب السوري والجيش السوري نفتخر بشهدائنا اللي قدموا أرواحهم زكية في سبيل الوطن وفي سبيل العطاء المصمر وفي سبيل سوريا الهدف من الوقفة هو تسليط الضوء على الشهداء شهداء سورية بالعمو شهداء من العسكريين والمدنيين لأن أسكى الشهادات هي شهادة الدم لذا كان لابد من قوافل الشهداء تثر جيلا بعد جيل فلولا الشهادة والشهداء ولولا إرادة الحياة الكريمة لما انتصر شهداؤنا في ضمير المجتمع وهم بذلك رسموا بدمهم الانتصارات من أجل أن يسلم شرف أمتنا فنحن أمة تخرج الشعراء كما تخرج الشهداء لأننا أمة تحب الحياة لأنها تحب الحرية وتحب الموت مدى كان الموت طريقا إلى الحياة لذا كان شرف الأمة أهم وأغلى من خلاص الجسد يثبت السوريون في كل يوم وأينما حلوا مدى حبهم وأيمانهم بانتصار وطنهم فلم تمنعهم المسافات من أحياء ذكر شهداء الشمس شهداء الجمهورية العربية السورية مؤكدين ثقتهم بأن سوريا أقوى من الإرهاب جود يعقوب للأغمارية السورية من أمام البرلمان الهولندي لا هاج سيطرة الجيش العربي السوري على مرتفع الرجم العالي شمال جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي من قبل رجال الحق رجال الجيش العربي السوري ونبقى مع هذه المشاهد مرتفع الرجمي ونبقى مع السوري ونبقى مع السوري شجد ونبقى مع الجمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تخفيف التوتر في سوريا وذلك ردا على الدعاءات المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الذي زعم ان القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الامريكي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التوتر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال ان مذكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا تتوافق مع المبادرات التي اقترحتها الولايات المتحدة بداية العام الحالي لافروف اشار الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ابلغ نظيره الامريكي دونالد ترامب قبيل بدء الجولة الرابعة من اجتماعي استنى عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بخصوص الازمة في سوريا موقف وكبه رد من نائب وزير الخارجية الروسية سيرجير يابكوف على المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جيف ديفيس الذي زعمان القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الامريكية فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التوتر الرد الروسي تضمن التأكيد ان روسيا والدول الضامنة للمذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا زودت الولايات المتحدة بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة توضيحة الخارجية الروسية والرد على التصريحات الامريكية تأتي بعد ساعات على اعلان وزارة الدفاع الروسية ان سريان مفعول المذكرة الخاصة بانشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يعني نهاية المعركة ضد التنظيمات الارهابية اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان رئيس هيئة الاركان العام الروسية فاليري جريساموف ونظره الامريكي جوزيف دانفورد اكد استعدادهما لاعادة تفعيل المذكرة الروسية الامريكية حول ضمان سلامة التحليقات في الاجواء السورية الدفاع الروسية قالت ان جريساموف ودانفورد ابدياء خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما بطلب من الجانب الامريكي استعداد البلدين للعودة الى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما في اطار المذكرة الروسية الامريكية الهدفة الى ضمان سلامة تحليق طيران البلدين وتجنب الحوادث اثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمي داعش وجبهة النصر في الاجواء السورية كما اتفق الوزيران على مواصلة العمل لاتخاذ اجراءات اضافية لتفادي الصدمات والصدامات بين الطائرات مشاهدين تتابعون في هذه الساعة الاخبارية ايضا القوات العراقية تعلن تحرير منطقة مشيرفة بالكامل من ارهابي تنظيم داعش اللقاء يتجدد بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان مستمر في تحويل تركيا لاكبر قاعدة للارهاب الدولي على حساب قوت شعبه اشتركوا في القناة المهندس حسين مخلوف ووزير الداخلية اللواء محمد الشعار تنفيذ المشاريع الحكومية في مدينتي القرداحة والحفة تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد الشعار تنفيذ المشاريع الحكومية في مدينتي القرداحة والحفة وطلع الوزيران يرافقهما محافظ اللاذقية براهيم السالم على الأعمال المنفذة في مركز خدمة المواطن بالقرداحة حيث تم الانتهاء تقريبا من المرحلة الأولى ثم تفقد بعضها تنفيذ عمال البنى التحتية في موقع المنطقة الحرفية بالمدينة بعدها قام الوزيران بزيارة القرى المحررة بريف الحفة لمتابعة تنفيذ عمال ترميم منازل السكان فيها حيث بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع سبعين بالمئة بكلفة إجمالية بلغت مليار واثني عشر مليون ليرة سورية بعدها كانت هناك زيارة إلى مدينة الحفة حيث تفقد الوزيران مخلوف والشعار مواقع تحويلة الحفة بطول أربع كيلومترات وبكلفة تفوق المليار ليرة سورية ومركز خدمة المواطن بكلفة خمسة وعشرين مليون ليرة سورية ومصرف التسليف الشعبي بالمدينة بكلفة ثلاث وثلاثين مليون ليرة سورية وزير الداخلية لواء محمد الشعار أعلن أن الهدف منها متابعة هذه المشاريع ومدى نسب التنفيذ فيها متابعة هذه المشاريع ومدى نسب التنفيذ فيها وأين وصل رأينا أن النتائج كانت بشكل عام جيدة وممتازة من حيث لجان التتبع المحلية التي توجد في المحافظة وبالتالي تم الوقوف عند الملاحظات التي شاهدناها أيضا تم زيارة بعض أسر الشهداء في منازلهم وتم الوقوف على احتياجاتهم الحقيقة كانت جولة طويلة وبالتالي كانت مشمرة جدا وفعالة من جهته أشار وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف لأن الجولة بدأت بزيارة مقبرة الشهداء وبعض أسرهم بمناسبة عيد الشهداء بما له من معاني سامية في أقول وقلوب السوريين جميعا كانت زيارة للمشاريع برفقة السيد وزير الداخلي والسيد المحافظ والرفيق أمين فرع الحزب بدءا بالمنطقة الحرفية بالقرداحة حيث يجري العمل فيها ضمن البرنامج الزمني وتزلل كل الصعوبات والعقبات أمام التنفيذ أيضا مركز خدمة المواطن تم صب السقف ويعتبر هذا المركز انتهى على الهيكل وسيستمر العمل فيه بالإكساء بعدها تم التوجه إلى القرى المحررة وأنتم تعلمون أن مكرومة سيد الرئيس بشار الأساد بإعادة ترميم المنازل لهذه القرى التي تعرضت للإرهاب رافق الوزيرين في جولتهم أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية دكتور محمد شريده وأعضاء مجلس الشعب المحافظة والمدراء المعنيون بتنفيذ المشاريع أوقفت مخابرات الجيش اللبناني إرهابيا سوريا بكمين محكم في عرسال شمال شرق لبنان الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت أن الإرهابية متزعم في جبهة النصر الإرهابية ومسؤول عن تجهيز وتوزيع العبوات الناسفة وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت في وقت السابق ثلاثة إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في بلدة عرسال وفي منطقتين الميناء والقبة بطرابلوس شمال لبنان وافق بابا الفاتيكا البابا فرانسيس استقالة وافق على استقالة البطريارك جريغوريوس الثالث لحام بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك وذكر الكرسي الرسولي في الفاتيكا في بيان أن البطريارك لحام كان أرسل رسالة استقالة إلى الفاتيكا في الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي البطريارك لحام قال إن التخلي عن الخدمة البطرياركية هو ختام مسيرة إنسانية مسيحية كاثوليكية رهبانية مقدسة بدأت بعد انتخابه بطرياركا في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام الفين إلى ذلك أعلن البطريارك لحام أنه سيضرب عن الطعام تضامنا مع الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي عشرون يوما من النضال المستمر في معركة الأمعاء الخاوية يخوضها نحو 1800 أسير فلسطيني خلف قضبان زنازين العدو الصهيوني فيما تتسع حملات الدعم الشعبي للأسرة خليل إبراهيم تدخل معركة الكرام التي يخوضها الأسرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني يومها العشرين على التوالي واصلح حديث عن انضمام دفعة جديدة من الأسرة إسناداً لرفاقهم الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة السجان الصهيونية التعسفية بحقهم وأتاتي هذه الخطوات في سياق شعور الأسرة بالهجمة الصهيونية الوحشية والمماطلة بعدم الاستجابة لمطالبهم ويتصدى الأسرة بدورهم لمحاولات كسر إضرابهم الذي دخل مرحلة الخطر الشديد في ظل مماطلة إدارة مصلحة السجون الصهيونية من تنفيذ قالب الأسرة العادلة التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق الدولية وفي هذا الإطار حذر وزير الصحة في السلطة الفلسطينية جواد عواد من نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرة المضربين عن الطعام قصرياً مؤكداً أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين ويمثل حكماً بإعدامهم وفند وزير الصحة مزاعم إدارة مصلحة السجون الصهيونية بأن تغذية الأسرة قصراً هو للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر مؤكداً أن الخطر الحقيقي هو التغذية القصرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرة للموت ومع استمرار الأسرة في ضرابهم عن الطعام تتواصل الفعاليات التضامنية معهم حيث اندلعت المواجهات في أرجاء المتفرقة من الضفة الغربية المحتلة بعدما اعتدت قوات الاحتلال على مسيرات تضامنية مع الأسرة ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين أعلنت القوات العراقية تحرير منطقة مشيرفة الأولى مكملة بذلك تحرير منطقة مشيرفة بالكامل بعد تكبيد إرهابي داعش خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد عمليات عسكرية دقيقة للقوات العراقية المشتركة تسير حسب الخطة المرسومة لتحرير باقي مناطق مدينة الموصل وما حولها من تنظيم داعش الإرهابي قيادة عمليات قادمون يانينوى أعلنت في بيان لها إكمال الجيش العراقي تحرير منطقة مشيرفة بالكامل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل تحرير المشيرفة يأتي بعد تحرير الجيش حي مشيرفة الأولى ورفع العلم العراقي فوق مبانيه من قبل قطعات الفرقة التاسعة المدرعة التي كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد مع إدامة التماس محي ثلاثين تموز بالساحة للأيمن من مدينة الموصل وكانت القوات العراقية حررت حي مشيرفة ثانية ومنطقة الكنيسة ودير ميخائيل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل بعد معارك شرسة مع إرهابي تنظيم داعش تكبدوا من خلالها خسائر جسيمة تقدم ميداني للقوات المشتركة يأتي تزامنا مع انطلاق عملية عسكرية اشتركت فيها قيادة عمليات دجلة والجيش وقيادة الشرطة بغية ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي في منطقة الندى شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالا أكدت منظمة هيومين رايتس ووتش أن قوة النظام السعودي استخدمت قنابل أمريكية في الهجمات الأكثر دموية خلال عدوانها على اليمن مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في هذا العدوان كنابل تلقى من طائرات سعودية وبتوقع أمريكي ليخيم الموت على أطفال ونساء يمنيين اختارهم القدر أن يحملوا عبء عدوان ظالم على بلادهم منظمة هيومون رايتس ووتش وفي تقرير نشرته أكدت أن الدعم الأمريكي لتحالف العدوان السعودي تجلى بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات مهمة لنظام الرياض بما في ذلك معلومات استخباراتية وناقلات الوقود المحمولة جواً وآلاف قطع الذخيرة والقنابل المتطورة جلبت الموت للشعب اليمني لافتة إلى أن مسؤولين أمريكيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن المنظمة بيّنت في تقريرها أنه تم العثور في موقع حفر بئريمياه في أرحب محافظة صنعاء على قطعة ذخيرة أمريكية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة رايثون موضحة أنها المرة الثالثة والعشرون التي تتعرف فيها هيومون رايتش ووتش على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للنظام السعودي في الوقت الذي يستعد فيه النظام السعودي للتوقيع على صفقة لشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية بملايين الدولارات تدحدث مصادر أعلامية أمريكية عن أكبر صفقة تصدير سلاح تركي للسعودية في تطور يدل على سعي النظام إلى تنويع مصادر تسلحه في هجماته العدوانية على اليمن بعد فشله الذريع أمام صمود الشعب والجيش اليمني قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لارجاني أن أي مساس بخطة العمل المشترك الشاملة بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد من شأنه خلق قضايا جديدة لارجاني أكد في الوقت نفسه على التزام إيران بهذا الاتفاق منوها بالجهود التي تمت في مجال النفط والغاز في إيران ومشيرا إلى أنه يتم استغلال المصادر بشكل جيد رغم وجود العديد من الاعتبارات منشآت عسكرية تركية من فئة الخمس نجوم في خدمة عناصر المجموعات الإرهابية في سوريا ورئيس النظام التركي أردوغان مستمر في خطته لتحويل تركيا لأكبر قاعدة للإرهاب الدولي وعلى حساب قوت شعبه كلية الشرطة التركية في خدمة الإرهاب فحكومة الإخوان في تركيا لم تعد تكتفي بتقديم المخيمات والمعسكرات بل تضع أحدث منشآتها العسكرية لخدمة عناصر المجموعات الإرهابية في سوريا خطوة وصفها إعلاميون التراك بأنها بمثابة خدمة جديدة للإرهاب ولكن من فئة الخمس نجوم كلية الشرطة في مدينة سيوس المخصصة لتدريب عناصر الشرطة التركية تتحول إلى أكبر مقر لتدريب المجموعات الإرهابية والتابعة لعصابات ما يسمى الجيش الحر يحيى تركيا يحيى أردوغان مقاطع فيديو حصلت عليها صحيفة ABC التركية تظهر مئات العناصر من تلك العصابات أثناء حفل التخرج الذي أقامته لهم إدارة كلية الشرطة التركية قبل أسابع قليلة الصحيفة التي نشرت الفيديو وصفت تلك المشاهد بالفضيحة المخزية فبدلا من أن تكون تلك المنشأة مخصصة لتدريب عناصر الشرطة التركية تحولت لتدريب الإرهابيين وعلى حساب الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشعب التركي الذي ضاق ذرعا بتصرفات حكومة بلاده التي تدعم الإرهاب على حساب قوته اليومي الصحيفة أضافت أن تخرج هؤلاء الإرهابيين تحت صورة أردوغان لها معنى كبير ودليل واضح على أن كل تلك الإجراءات غير القانونية تتم برعاية مباشرة من رئيس النظام التركي حضرت وزارة الدفاع الروسية من أن البنتاجون يركز اهتمامه على الحرب الباردة مع روسيا وعدم إدراك التهديدات الحقيقية للأمن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أوضح أن بعض الجنرالات في البنتاجون لم يتعد إدراكهم الصورة النمطية للحرب الباردة كما أنهم لم يدركوا التهديدات الحقيقية مضيفا أن ما يميز الضباط الروس في وحدة العمليات الخاصة عن نظرائهم الأمريكيين هو العقل والحزم قالت المفاوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الولايات المتحدة تفقد زعامتها على الصحة العالمية في حين يعزز الاتحاد الأوروبي مواقعه موغيريني أضافت أن الاتحاد الأوروبي يملك أمكانية الاحتلال موقعا شريكا موثوقا وقويا في حل القضايا العالمية المهمة موضحة أنها لمست خلال زيارتها إلى الصين والهند وروسيا مؤخرا رغبة في إقامة تعاون أوثق مع الاتحاد ليس في مجال الاقتصاد في حسب بل في مجال الأمن أيضا بما في ذلك التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وأفغانستان والقضية الفلسطينية إلى العنوين في ذكر عيد الشهداء سوريا تستمر بدورها النضالي ودماء الشهداء ترسم ملامح الانتصار على الإرهاب فعالية رسمية وشعبية في عيد الشهداء وتأكيد على الصمود ودحر الإرهاب موسكو ترد على الإدعاءات الأمريكية وتؤكد أنها زودت واشنطن بالمعلومات المتعلقة بمذكرة مناطق تخفيف التوتر موسيقى القوات العراقية تعلن تحرير منطقة مشيرفة بالكامل من إرهابي تنظيم داعش موسيقى والدفاع الروسية تحضر من أن البنتاجون يركز اهتمامه على الحرب الباردة مع روسيا ولا يهتم بالتهديدات الحقيقية للأمن موسيقى نهاية هذه الساعة الإخبارية مني ومن فريق العمل أطيب المونة بأمان الله موسيقى موسيقى